موسيقى يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية وقال مدير جهاز التنفيذي للأطورة الثانية للانتخابات إن أكثر من 45% من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وتتواصل العملية الانتخابية على مستوى جميع المحافظات لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى تحت إشراف قضائي ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء بينما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر لللجان العامة أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مواصلة الجهود لتوفير الخدمات المختلفة وتقديم مختلف التيسيرات للمواطنين لإدلاء حقهم أو لآداء حقهم الدستورية في الانتخابات بسهولة وعسرة جاء ذلك خلال ترأس مدبولي غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية حيث وجه مدبولي باستكمال بذل الجهود حتى تخرج الانتخابات الرئاسية في أفضل صورة مشير إلى أن الإقبال الكبير على التصويت يعد خير دليل على وعي المواطنين المصريين بالتحديات التي تواجه الدولة حاليا وهناك إصرار على المشاركة بإيجابية أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ديارة شوان أن غرفة عمليات الهيئة رصدت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية عددا هائلا من التقرير المصورة والمنشورة في مئات من وسائل الإعلام العالمية بعدد كبير من اللغات وأشر رشوان إلى وجود شبه إجماع في الإعلام الدولي على رصد الكثافة الكبيرة لحضور الناخبين للإجان الاختراع مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية في الهيئة وصلت على مدار الساعة دورها في متابعة عمل المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين لتغطية الانتخابات والبالغ عددهم 528 مراسلا من المقيمين والوافدين من الخارج لتغطية الانتخابات كما وصلت الغرفة رصد ما ينشر ويذاع في وسائل الإعلام في أنحاء العالم عن الانتخابات الرئاسية قام وفد من أعضاء مجلس الأمن بزيارة إلى مدينتي العريش ورفح وذكرت وزارة الخارجية أن أعضاء المجلس اطلعوا خلال الزيارة على سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بما في ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري والدعم الطبي المقدم للجرح الفلسطينيين فضلا عن الوقوف على المعاوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحة من معبر رفح وما تؤدي إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها للقطاع من جهتها أكدت الممثلة المقيبة للأمم المتحدة في مصر إلينا بنوفا أن جهود إغاثة غزة لم تكن لتتم دون حكومة مصر وشعبها السخية استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم ثلاثين جريحا ومصابا فلسطينيا من قطاع غزة وتم تخصيص ثلاثين سيارات إسعاف لنقلهم للإعلاق في المستشفيات المصرية وعلن مسؤول بالهلال الأحمر المصري أنه تم إدخاله خمسين شاحنة ويجرى التنسيق لإدخال مئة شاحنة أخرى لافتا إلى أنه جرى إدخال خمس شاحنات وقود إلى قطاع غزة تقل كميات كبيرة من السولار والغاز لتشغيل محطات القهرباء وغيرها أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجين الفلسطينيين الأنروا مقتل أحد موظفيها في غارة جوية إسرائيلية على المنطقة الوسطى بقطاع غزة ليصل إجمالي عدد موظفيها الذين قتلوا منذ بداية العدوان الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى مئة وأربعة وثلاثين وأضافت الوكالة أن ما يصل إلى مليون وتسعمائة ألف شخص في جميع أنحاء قطاع غزة نزحوا داخل القطاع بينما بات ما يقرب من مليون وثلاثمائة ألف شخص نزحوا داخليا يقيمون في مئة وأربعة وخمسين منشأة تابع للوكالة في كافة محافظات قطاع غزة الخمسة أنهت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعليات المرحلة السادسة من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية يهضف البرنامج إلى تمكين المرأة المصرية في جميع محافظات الجمهورية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة حيث شاركت في المرحلة السادسة من البرنامج ثلاثمائة سيدة على مهارات القيادة والإدارة والتواصل وحل المشكلات واتخاذ القرار ترجمة نانسي قنقر